مرحبا بكم هنتعرف الفيديو دوت مع بعض على الحلقات التكرارية باستخدام فور وهنتعرف على امر ان وان رينج امر ان بكل بساطة بنمكن بممكن نستخدمه في ان احنا بنعرف هل متغير ان متغير تاني ولا لا يعني ايه الكلام دوت يعني انا ممكن اقول له هل الايه ان المتغير السلسلة النصية هيب هيرد علي بحاجة من اتنين يا اما ترو يا اما فولس اذا عبارة ان دي بترد عليك ببولين يا اما ترو يا اما فولس والكلام دي خلاص ما بقيناش محتاجين نتكلم فيه كتير خلي بالك انا لو قلت له الايه كابتل ان ايهاب هيدين فولس لان الايه كابتل مش موجودة فعلا في النص ايهاب والنقطة التانية ان عبارة ان بتستخدم مع المتغيرات من النوع سترينج بس ماينفعش اقول له الواحد ان عشرة مثلا استخدمه مع انتجر او استخدمه مع اي متغيرات تانية غير السترينج ده مبدئيا حتى هزيه النقطة لكن احنا هنستخدمه وبعد كده مع متغيرات تانية احنا لسه ما تعرفناش عليها علشان اتعامل مع انتجر زي ممكن بستعمل ان رينج رينج يعني ايه رينج يعني نطاق تمام انا هقول له هل الاربعة في الرينج من زيرو الستة وخلي بالك انا هنا عملت ايه انا هنا بقول له نفس الوضع فيه فروم وتو وهو باخد تو ناقص واحد زي ما اتكلمنا فيه تشريح النصوص ان تو دي باخدها ناقص واحد هل الاربعة في الرينج دوت طبعا هيقول له او اوترو هقول له هل الاربعة في الرينج زيرو اربعة هيقول له فولس ليه لان هو اخد من زيرو لتلاتة لان هو اخد تو ناقص واحد فطبعا الاربعة مش موجودة في الرينج دوت فبيرد علي بفولس النقطة التانية انا ممكن اتجاهل فروم واقول له الاربعة الرينج خمسة هو هنا هياخدها الرينج زيرو الى خمسة هيتعامل اوتوماتيك على ان الفوروم بتبدأ من الزيرو هناخد مثال دلوقتي مع بعض ان احنا هنكتب فانكشان انا لطلو متغير ان حطيت فيه سلسلة نصية اسمها هلو وبقول له فور فور السي ان ان برينت السي معناه اي بقت الكلام ده هنا حلقة تكرارية باستخدام فور احنا خدنا الحلقة التكرارية باستخدام هويل وعرفنا ان هويل بتنفذ حلقة تكرارية طول ما فيه شرطه معين طول ما الشرط ده والطروق بتنفذ الحلقة التكرارية بتاعتها هنا فور حلقة تكرارية لكن مش مبنية على شرط هي مبنية على نطاق نطاق الان دوت السلسلة النصية اللي دخلة فيها فالحلقة التكرارية من النوع فور بتشتغل ازاي انا هنا قلت له الان الان عبارة عن سلسلة نصية هلو انا هنا كاتب نوتس ان انت ممكن تقول له فور السي ان هلو على طول ازاي الحلقة التكرارية بفور بتشتغل بنقول ان احنا الفور عملت متغير اسمه C وبتبتدي تحركه داخل ال N ال N هنا عندي Hello فبدأت تحرك ال C من ال INDX 0 الاخر INDX في السلسلة النصية داية فال C في اول حلقة تكرارية بتيجي هنا بتاخد قيمة ال H يبدأ ينفذ الكود اللي داخل الحلقة التكرارية بتاعته اللي هو print C فطبع ال H بعد كده بتتحرك بيرجع للفور يا فور هل انتهيتي بيقول لا لسه بيحرك ال C بتاخد ال E ال C بتجي هنا بتاخد ال E ويرجع ينفذ الكود دا تاني بيطبع لل E بعد كده يتحرك ياخد ال L يطبع ال L بعد كده يتحرك ياخد ال L يطبع ال L بعد كده يتحرك ال C تاخد ال O يطبع ال O يا حلقة تكرارية فور هل انتهيتي انتهيت يبتدي الانتربريتر ينفذ الكود التالي للحلقة التكرارية فور دي بكل بساطة الحلقة التكرارية فور ان هي ما بتشتغلش زي هواي اللي على كونديشن معين ان هي بتشتغل فيه رينج معين او فيه مجال معين لغاية لما الرينج بتاعها دوت ينتهي هنبدأ مع بعض هناخد فانكشن هنعمل فانكشن بسيطة كده هتدي نجدول الضربة مثلا انا هقول الملتبل فور ال اي ان رينج واحد اكس زائد واحد خلوا بالكم انا زودت واحد ليه هقوله برينت اطبع لي الجملة ديت فلو انا قلت له ملتبل العشرة هيديني الناتج بتاعي جدول ضربة من واحد لعشرة انا هنا زودت الواحد ليه علشان لما اقول له عشرة يديني هو هيخدها عشرة زائد واحد اللي هي احداشر الحلقة التكرارية هتاخد التونة اس واحد تديني عشرة ويديني الناتج هنا لغاية عشرة لو انا مدتوش الاكس زائد واحد هيجي عند التسعة ويتوقف ومش هيديني الشرط الاخير دي بكل بساطة ازاي الحلقة التكرارية بتشتغل لكن دلوقتي مطلوب من حضرتك ان انت تتعامل مع الحلقة التكرارية ديت وتعمل بها ومطلوب كمان ان احنا نعمل متدخلة جوه بعض تعال هناخد المثال التالي ان انا هقول له انا عنده متغيرين بقول له جوه منها حلقة تكرارية تانية بقول له سي الرينج واحد واي زائد واحد اطبع للجملة دي بعد كده اعمل برينت خلي بالك البرينت مع محاذيات الفور دي للسطر دوت بعد كده ارجع للفور الاولانية تاني هنقول ايه هنقول ان انا عنده حلقة تكرارية هنا وعنده حلقة تكرارية هنا لو انا قلت له ام يقول لام وقلت له ثلاثة خمسة فهو اخد الاكس بثلاثة واخد الواي بخمسة ايه اللي هيحصل الحلقة التكرارية دي هتاخد الاكس بواحد بعد كده تبدأ تنفذ الحلقة التكرارية دي كاملة لغاية لما تنتهي بعد ما بتنتهي بتطبع البرينت دي وترجع هنا هنا هتاخد الاكس باتنين بعد كده يرجع ينفذ الحلقة التكرارية دي تاني كاملة ويطبع الامر ده ويرجع لفور تاني هتاخد الاكس بتلاتة يبدأ ينفذ الحلقة التكرارية الداخلية وينفذ امر البرينت اه حضرتك باستخدام وراء او قلم كده حاول تعرف الناتج هيكون ايه ونفذ الفانكشن دي في الانتربريتر وشوف الناتج بتاعها اتفق مع اللي انت خمنته ولا لأ وشوف طبعا لو في فرق ايه الفرق بيكون ايه على اساس ان احنا هنا لازم نتعرف على الحلقات التكرارية المتدخلة ازاي بتشتغل شكرا اشوفكم الفيديو اللي جاي